طورت الفيك بالوقت ترندي جدا هي طورتة دي فيك ولا حيائية أدوار كتير من الطورتة بتتعمل في الأفراح وبتوصل لـ 8 و 10 أدوار وشكلها من اختيار العريس والعروسة إحكاية الفيديو لقلب السوشيال ميديا وإزاي الطورتة دي بتتعمل هل بتاخد وقت ولا لا كل دي تفاصيل اللي هنعرفها مع بعض في الفيديو ده طورتة كبيرة أوي عبارة عن 8 أدوار متزينة بالورد والأنوار بيطلبها لعرسام في فراحهم علشان يفتحوا فقرة البوفي على حسها وده اللي ظهر في مقطع الفيديو وانتشر على السوشيال ميديا وحير الناس كتير لطورتة عبارة عن 8 أدوار ومقاستها كبيرة أوي لدرجة المتابعين اتصدموا وقالوا معقولة كل الأدوار دي حقيقة العريس والعروسة يبقوا عاوزين أحسن حاجة في يومهم لأن هللت العمر طبعا وبيقدموا أحلى حاجة لمعزمهم علشان الأسعار ما بقتشي زي الأول والطورتة بقت مكلفة أوي 8 أدوار ممكن تدخلك في 12 ألف و15 ألف ففي فكرة مطرقاها كده ظهرت واختراها أصحاب قاعات الأفراح وهي التورتة الفيك ودي بقى اللي غالبية العرسان بيلجأوا ليها علشان يوفروا التكاليف شوية التورتة دي الغالبية سموها بأنها تورتة على قد الإيد هي مش قد الإيد أوي بس أرخص شوية من أنك تشريها كلها حقيقية واللي بتبقى مكونة من زيت وسكر وسمن وبيض وكريم شانتي وفكهة وشوكولاتة يعني لك أن تتخيل هتوصل لكام تعالوا بقى أقول لكم التورتة الفيك دي عبارة عن إيه مش هتصدق مكوناتها رغم بساطتها إلى أنها فكرة جمدة جدا وعجبت الكل التورتة معمولة من الفوم المدور وبكل مقاسات التورتة من الكبير للأوسط للأصغر للأصغر خالص في اللي بيحب يحط التاتش بتاعه يعني مثلا يجيب صورة من العلنت وعاوز يقلدها أو أنها تكون عبارة عن أبيض لو فرح ومتزينة بورود ولولي بيه دور دور فبتظهر بشكل رقيق أوي فيه كمان لو حابب أن التورتة تكون سادة ودي برضو ممكن الناس ما تعرفش تتفرق بين أنها حقيقي وفيك فيه كمان نوع من التورتة الجديد وهو أنهم يحطوا وسط التورتة الفيك دي يعني كم دور حقيقي بحيث يقدروا يوزعوا فيها للمعزيم وبرضو على حسب طلب العريس والعروسة وعلشان يشيلوا شوي التكاليف من العريس فيه منها أنك تشتريها وفيه منها أنك تأجرها يبقى بس حقيقي جريوم ليلة العمر وبس بدأ أصحاب الأفكار دي ينزلوا عنها إعلانات بحيث اللي عاوز يشتري أو يأجر وكمان بقوا بيعملوا عروض خاصة في موسم التزاول اللي هو بقوا خمسة ستة سبعة تمانية فيه اختراعات كمان العريس والعروسة بقوا يدخلوا بأنهم يلغوا فكرة التورتة خالص بعدما الخامات بتاعتها غليت ووصلت لأسعار خزعبالية ويجيبوا مكانها مثلا صنية بيتزا أو صنية طرق عينب أو شاورمة أو أي حاجة بتحبها العروسة ودي برضو ضمن الأفكار اللي بيلجأوا ليها كفكرة جديدة وبتبقى ذكرى حلوة في فرحهم بيقدروا كمان يفتحوا بيها البوفي ويقدموا للمعازين منها يا طرابة بعدما شفت الفيديو ده عجبتك فكرة التورتة الفيك دي وهتنفزها في فرحك ولا لا هل فعلا شائفها بتوفر ليك في مزانية الفرح ولا لا شاركوني برأيكم في التعليقات